سيدي موضوع تاني برضو منكد شوية اللي احنا فاهمين واللي وصلين هو منكد شوية على البريطانيين خاصة ان دي السنة دي كانت سنة حافلة وهو موضوع الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميجم ميركل اللي طلع على نتفليكس والدوكمنتي طبعا اعتقد انه حديث بريطانيا يعني كل الجرائب تتكلم عنه وفيه بقى نز علىنا قوي لانه بيقول لك مش وقته يعني انتوا جايين تنتقدوا الست ده الست اللي هي طبعا جلالة الملكة جايين يقولوا تنتقدوها دلوقتي وهي لسه ميتة ففيه ناس كتير قوي مشاعرها يعني ايه تدررت لانه طبعا كان فيه ودع برضو عصير في كبير المالكة فما تيجي تنتخدها بعد قلم الشهرين على رحلة فنزع لنا قوي والدرجة انه في مقالات وصفت بالعنصرية من كتاب كبار حالك اكيد بتابع ضد ميجم ميركل انت قلت النقطة دلوقتي اللي هي تخلص بها من كل محاصلة الكلام ده العنصرية فالعنصرية المهاردة اصبحت موجودة بفزاعة في اوروبا بذات انت حضرها كان مبص على قد ايه السباب والاضطهاد اللي حصل لمنتخب فرنسا بعد اخصوله نهائي كاس العالم ده وصل فرنسا للنهائي انما عشان كل الفرقة اللونين يعني ظهرت العنصرية باشد قسودها وامبابي بيقول امبابي بيطالب بيقول يعني في تصريحات انه الاتحاد الفرنسي متخسس الاجراءات اللازمة لوقف هذه التصريحات العنصرية الراجل جايب لهم هاترك في نهائي كاس عالم وبرضو مسالم بالقصة دي طب ده فرنسا خلينا من فرنسا دلوقتي نخلص بريطاليا من اقول لك كركم فرنسا بس بالكلمة على العنصرية هو موضوع اصلا هو الفكرة كمان انه بيقول لك انه ده اضخم تحدي بيواجه الملك طبعا في اسرته وهو لسه ملك جديد فبيقولوا ده اكبر واقع اول تحدي حقيقي للعائلة الملكة بعد الازابيث لانه هما بيطالبوا ويليام هاري وميجان بيطالبوا باعتذار وعايزين اعتذار من العائلة الملكة والعائلة الملكة عايز اعتذار منهم فالاتنين بستنين اعتذار من بعض طب ما نشوف حد يوفق يعني يوفق ما بينه في الحالة هو الموضوع اتبنى على العناد وهو فعلا لو كان حصل اعتذار او تفصيل كثير لان كثير جدا الناس بتحذر مع ناس يقولون تمنين هو انجليزي انما لونه مش انجليزي فيقولون تمنين فياخدها على انها اهانة فده اصل الموضوع مع هاري وميجان بس الموضوع بقى قلب المواجع اللي جوه بطن هاري من ايام امه واذا امه كانت بتتعامل واذا كانت في حول سوريا فقلب فكلهم قالت في الدوكومنتري يعني ببقى اللي فهمت اصلا فراكت عليه بمعناه يعني انه العيلة دي بتظلم كل الستات اللي بتخش العيلة الملكة ايوه باستثناء الملكة يعني الموضوع اصلا موضوع كبير جدا يعني العيلة الملكة مفروض لما تيجي ناس تتجوز بيبقى في تدريب للزوجة اللي جاية دين على الحياة الملكية طبعا وهو في الاول كان فيها اعتراضات وتخوفات بس لما دخلت ميجان برضو ايه بالسهلة يعني ايه حبت لها دور واضح ويعني فيه ناس كمان بتتهمها دلوقت ان هي السبب ورا المشكلة اللي حصلة دي لان هي يعني بالمفهوم المصري كده بيقولوا يعني ايه ان هي بتدور على لفظ وطيف ان هي سيئة لا هو هو تعاطف وقلبت المواجع اللي عنده يعني هو تعاطف مع مراته وقلبت المواجع جابت من ايام امه وكان بيحصل لها وكان بيحصل لها والمعاملة وهو صرح بكده في الحديث بتاعه يعني الناس قالت طب انت ليه بس خلا بنت من حاجة وبعدين ده فيه صورة حطيتها وبقى بس هو واضح ان الدوكومنتري كان معد من فترة لانه كله مليء بالارشيف وباللقطات الوثائقية حتى فيه لقطة لما هم جريدوا من المناصب الملكية وراحت هي كندا وبتعايت بقى في قضيتها وسط هدومها وبتاع وبسوروها هي بتعايت فواضح ان الموضوع يعني كان معد لتوجيه الهجوم لعلى الملكة ولا انا سيب غلط لا حضرتك راجل اعلامي يعرف ان المواضيع دي بيحصل لها دراسات وبيحصل لها تتبعات وبيحصل لها يعني المخرجين بتوع الحاجات دي بيعملوا شغل كبير جدا عشان يطلعوا المواضيع فبيقول لك كاتونية مبيتة والله في حاجات بتتعمل للارشيف هنستخدمها في يوم من الايام هنستخدمها الناس دي بيبقى فيه متتبعينهم يعني البريس بتاعهم وكل حد من الناس دي عنده بريس وبيعملوا دوكومنتري للارشيف لو انا حبيت استخدمها في يوم الايام استخدمها لو انا ظهر حاجة اليها اطلعها فبدل ما يقولوا ان كانت نفس كلها يعني هتلاقي ملك تشارلز دلوقتي هتلاقي ان كل خطوات وكل اجتماعات وكل تحركات ليه هارشيف يعني مفهوم مفهوم بس بش دركة طوية بتعيط ولا هي في الحمام ده فيش تطوية في الطايلت يعني يعني برضو موضوع مصنوع فتخليك تتسائل وبعدين التوقيت بتاع نزول دوكومنتري في حد ذاته برضو في تسائلات في الصحافة البريطانية لانه التوقيت نفسه غريب جدا يعني الست رسا ميت فتعملوا فيها كده ما انت عارف ان الصحف او الاعلان بصحفة عامة بيخلي التوقيت مظبوط ويختار العنوان اللي هيخبط في الماركت والصورة اللي هتولع على الدنيا الحاجات دي كلها بتعمل حسابها عشان تطلع بأقصى تأثير لها عشان نزول تنساء طب انا قريت انه بدأ الشرع يتحول شوية ضد ميجا ده حقيقي ولا لا؟ برنامج تلفزيوني الشعب كله بدون استثناء حيتفرد عشان الشعب عايز يرى في الحقيقة اذا كنا احنا اتفرجنا احنا هنا في مصر ما مش هتفرجوا ايو 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 كل الناس بتتفرج انا اتفرجت على الدوكومنتري حقيقة واستغربت يعني واستغربت من انه فيه نبرة من الهجوم مواضحة يعني مش مش ما تضعش تخبيها برضو انك توسخ ده على نيتفليكس او العالم كله بيتفرج عليه فيه ناس اعتبرته انه هو مش توقيت مدروس ويهدف له ضرب العين الملكة وعمل يعني فيه سانريوهاب برضو عندهم للمؤامرة بس احنا بس السؤال بس هل الناس تتعاطفت مع ميجان ميركل بعديها اكتر ولا كرهتها اكتر لانه لنا فهمته انه الناس تقلبت عليها اكتر لا فيه القسام في الشارع الانجليزي فيه ناس متعاطفة ان وقع عليها ظلم ان هي علشان مش بيضة ان عشان ابنها مش ابيض فيه تعاطف نسبة تعاطف وفيه نسبة تانية اللي هما لا تنساش ان اغلبية الشعب الانجليزي متعاطف مع الملكة اه يعني احنا شفنا مشاعر حب كبير الناس تقف بالا 14 ساعة عشان تلقي نظرة الوداع يعني فيه ناس قعدت بالايام الفترة اللي قضت فيها الخدمة الاعمال الخيرية اللي عملتها فيه تعاطف وبعدين ما تنساش ان النظام الملكي ما هو الا مصدر دخل البريطانيا ده بيمثل نسبة كبيرة من الدخل الانجليزي ان عدد السواح اللي بييجي بريطانيا عشان يزول خصوله الملكية باك انجا هام ويشوف الحرس وتبديل الحرس خاصة الامريكان هم هو العون بالحياة الملكية فانت ما تجي شوفت غير الحرس وكمية السياحة وبعدين مش السياحة بس عشان الحرس انت تجي بلد زي وينزر دي تلاقي المحلات اللي فيها اي انا روحت وينزر وزورت وينزر كاسل قبل كده حتى الالعف حتى ذاتها مظر رهيب يعني شوفت رواجل وهي اما اسمهم وينزر فاميلي او عائلة وينزر حتى انا شوفت رواجل العملات الشرائية في المحلات اه طبعا وينبسوا الكيلتس دي او الجبات بتاع ايرلندا وتخصورة يعني في عاملين مصدر دخل البلد هم ما بيحكموش اه مفهوم بس التراديشنز والشكل والستايل ملكي وزي ما شفت في الجنازة كده كان العالم كل منباهر يعني فالتقاليد الملكية البريطانية تقاليد عتيدة ورسخة وطويلة يعني انت بتقولي انه في حالة انقسام ناس مؤيدة الميجن وناس ضد ميجن بس الغالبية متعطفة مع العيلة الملكة بس الملكة شارلز اللي فهمنا انه بيمد ايده بالسلام وبيقول لهم انت تعالوا نحل القصة بس اللي ده فهموا برضو انه كل واحد قافش ما عليش انا بستخدم فضل البلد عشان ايه ناس تفهم شارل يعني انه كل واحد قافش انه التاني اللي يعتذر له انت تعتذر لا انا والراجل عنده تنصيب السنة الجاية تنصيب الرسمي بقى لانه ما تحطلوش التاج وعشان طبعا الحداد وكده اه 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 بيقول لك لازم نحل الموضوع ده قبل التنصيب بلا هم مش هيجوا يحضروا التنصيب ابنه هو طبعا البلد بقص على ان لو الكبير هو اللي اعتذر بيبقى اكبر اه ممكن الكبير يركب دماغه ويقولك ده ابني بس هاري مش عاي لنهار ده هاري الراجل كبير يعني بس بالعكس لو ملكة شارلز اعتذر ده هيبقى اكبر في عيد الشعب وهيبقى تعاطف مع العيلة الملكة اكبر انما هو اللي عند اللي هو بيكبر المشكلة دي همه مين هيعتذر لو اوه زي ما حضرتك قلت دي مشكلة انما ممكن بنا من الهم قعدة ونجيب دول ونجيب دول ونجيب دول ونوع دي احنا ونصالحهم لا لا الارشيبيشة بوفكانت بري الارشيبيشة بوفكانت شخصية جدا في بريطانيا وممكن يقوم بالدور دوا اذا هو سمح لنفسه ان هو يتدخل في حاجة زي كده اذا عند براحة ايوه في حد عرض الوساطة طبعا بين الاب وابنه وبراتبنه دوما كانوا زعلنين من الاخ وما زعلنين كمان من ايه العهد يعني الاخ زعلن من اخوه قالك زعق فيا زعق فيا انا امراتي اه وما كانش اعترمه اثناء الجنازة بتاع الملكة وما كانش بيستجيب مع محاولات التقرب منه ومناسباته موجود في بريطانيا وقالك زعق لي وقالك زعق لي وهب فيا اه هو وليام برضو يعني ما تنساش ان هو ولي العهد ما هو دايما العيلة الملكة يعني كما فهمنا وانه دايما فيه مشكلة ما بين التوفيق وبين الحياة الشخصية والواجبات الملكية بالضبط في المية سنة الاخرانية معظم مشاكلهم في هذا الاطار سواء من ايام ادوارد الثامن لما تنازل على العرش عشان خاطر يتجاوز مرونا بقى بإليزابيس واختها بردو كان عندها مشكلة وابنها الكيمير كان عنده مشكلة اندرو يعني كلهم ايه عندهم مشاكل وشارلز نفسه مع مع اميرة ديانا وقصته يعني كلهم كان مشاكل الشخصية اكبر من مشاكل هي دي تولدت من طول المدة لان ملكة مسكت الحكم وهي شابة صغيرة طول المدة اللي مسكت فيها المملكة طبعا شارلز الراجل عد السبعين عشان يبقى ملك هيبقى ملك المدة تقديه يعني برضو معلش معها عدت مية برضو ثلاثين مش وحشين برضو مع كل التقدير طبعا أنا مع كل التقدير للقامات الملكية بس احنا يعني الملكة الطريقة اللي عاشت بيها ومحافظتها على صحيتها وحياتها ما حدش هيعمل جاء الملكة أبدا شارلز برضو له حياته الخاصة إنما الملكة كان لها طقوس معينة أمها كانت أكتر من أمها عدت المية حسب تقوص حياتك ونظام حياتك فاتشاللز يمكن برضو برغم إنه هو عايش الحياة الملكية إنه هو بحبوح شوية في حياته لا نتوقع إنه هو يعود زي أمه الأعمار بيد الله إنما حتيجي برضو على وليام حيتولى الحكم وصغير جايز إنه هو برضو يعني كل نفس الموضوع الملكة فطول المدة هي اللي بتخلق الحاجات دي إنما لا أتوقع أن شارلز سيكون نفسه لمدة أمه أبداً يعني أنا بشكر حضرتك ومعايش طبعاً طولنا في المكالمة بس الموضوع فيه تفاصيل كتير فأنا بشكر حالك شكراً جزيلاً سيد مصافة راجب عضو حزب العمال البريطاني وفصول من الأزمات بتضرب بريطانيا سواء على صعيد رئاسة الوزراء والمشاكل الاقتصادية أو على صعيد العائلة المالكة وتداخل أيضاً المشاكل الشخصية